وانا اظن احنا مش محتاجين ان احنا نأكد كمان على ان الحضارة ان حضارة هذه البلد والبلد دي مرعية من ربنا واحنا من نأكد ان الارض ديت منظورة من الله سبحانه وتعالى لانها محل لنظر الله لانها البلد اللي حصل فيها التجل الأعظم لله سبحانه وتعالى اذا المسألة واضحة المعنى الرابع اللي يكون في تحية العالم ان تحية العالم تعلم اولادنا شكر نعمة الوطن وشكر النعمة واجب ولان شكرتم لأزيدنكم فتحية العالم تربي اولادنا على ان قيمة الامتنان لله للنعمة ان هو يشكر نعمة ربنا مش يتعلم النكران وتخلي الانسان يحس بنعمة قدسية الارض وإيه اللي حصل وتحرك جواه دوره تجاه هذه النعمة مش الشكر ده لازم عشان تشكر النعمة لازم تستسمى للنعمة اهو لما تقول تحية جمهورية مصرقية إيه اللي حاصل وانت دورك ايه في انتحية هذه الجمهورية دورك ايه في انتحية دورك ايه في استثمار هذه النعمة فهذا اللي كان بيحصل في قلوبنا وما زال بيحصل في قلوبنا لما نقول كده فيحرك في وجدنا ان احنا نعم يا رب احنا مشاركين في هذه النعمة فيشكر النعمة ويحافظ عليها وانه يخرج اجمل ما فيه ويعمر ارضه ويخدم ناسها ويفضل لاخر نفس من انفاسه يعمل بقوله صلى الله عليه وآله 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 وإذا قامت القيامة سند انه هو سند لهذه البلد لكن بطورة مش تخريب مش تكفير مش الاحساس بان انت انا خير منه مش اهدر لي الدم فهنا نبقى تحية العالم ولذلك كان لازم كان لازم التدين الكمي اسمحوني لازم اقول لكم الحقيقة في الاوقات دي لازم نقول الحقيقة انا بالنسبة للتدين الكمي انا بسميه التدين العميل لاني للأسف الطيارات دي لما المحتل خرج ما سابش حكومات عميلة ولكن ترك طيارات عميلة ايه اللي يخلي الطيارات دي طول الوقت على صلة مشبوهة بالاحتل المحتل وبكل حد بيحاول بقدر الامكان ينال من هذا الوطن ايه اللي بيخلي الطيارات دي ما بتزهرش غيره الناس جاية بتنهم ايه اللي يخلي الطيارات دي ان اي حد يحاول واحنا بنتكلم عن ستة اكتوبر لما تخلصوا من حد كان بيسعى لعمار هذه البلد انا عايز اقول لكم حاجة انا طول الوقت وفي يوم الايام اكلمكم بصراحة وبكل التفصيل في دراساتي عن التدين الكمي هقول لكم دي ايه ان الحقايق اللي مرصودة في التدين الكمي تخلينا نعرف التدين الكمي ده بيعمل حق مين وعشان كده هو مش قادر يستحمل تحية العالم لان تحية العالم بتحول ببساطة خالص الوطن من انه معنى الى انه حياة فهو مش عايز تحية العالم اللي بتخلي الوطن حياة وعشان كده المعنى السادس ان تحية العالم بابل الشهور بالجسد الواحد لما كلنا في نفس واحد بدون تحية جمهورية مصر العربية بنعيش الجسد الواحد اللي كلمنا عنه رسول الله سلم في الانتماء الواحد ونبقى مجتمعين على هدف واحد وحسين ان احنا كالجسد الواحد مفيش فرق بيننا جسد واحد اذا اشتكى منه وعضه تداعى له سائره الاعضاء بالحمى والسهر المعاني الستة دي تلازم نعدها ونكررها ونجذرها في اولادنا لان هو ده المعنى الحقيقي احنا عايزين نطرد كل الافكار العميلة اللي بتستخدم ساعات المنبلغة في مفهوم البيضاء عشان تخلينا ما نقدرش نتكلم عن حبنا ويبقى لوطننا وحبنا لوطننا يبقى مدعوم بايماننا اكتوبر علمنا كده اكتوبر علمنا ان الايمان كان داعما للأوطان كان داعم للوطن الايمان كان سند حقيقي لنا في اكتوبر لازم اولادنا يتعلموا كده بتحب بتحب ربنا حب ربنا ظهر ايه في تعميرك لبلدك بتحب ربنا ظهر حب ربنا ده في ايه في نفع اهلك وناسك بتحب ربنا عملت ايه عشان تقدر تخلي حب ربنا دوت عبارة عن ظل وفير يجهل الناس تحس بنعمة ربنا وعشان كده تعالوا هقول لكم شوية حاجات كده بشوية اجراءات ممكن نعملها عشان نخلي اولادنا يتربوا على هذا المعنى ربوا اولادكم في البيوت وترمزتكم في المدارس على المعنى الستة اللي احنا نتكلمنا عنها دي قلولهم مرة واثنين وثلاثة واربعة خلينا نبتدي السنة الدراسية ونقول لي اولادنا الكلام دوت عن تحية العالم خلينا نقول لي الكلام دوت في مرة في ندوتنا في مراكز شبابنا في كل حتة والله انا هقول لكم حاجة هو ايه المانع اللي احنا نتكلم عن ده ونعمل خطبة عن تحية العالم